وعن آخر الأخبار الرياضية وأخبار الملاعب نعم مع أيا الكفور شكرا لكم والآن نتحول إلى أخبار الرياضة محليا وعالميا أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قوة عناصر المنتخب الوطنية مشيدا بالجيل الحالي من اللاعبين في المنتخب جاء ذلك خلال لقاء خاص للتلفزيون المصري قبل مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي غدا في تصفيات كأس العالم ماتش طبعا مش سهل فرقتين جمدين جدا فرقتين ما بقولش فرقة واحدة لكن في الرياضة كده احنا لازم نشجع ولادنا ومنتخبنا القاومي فيه جهاز فني محترم وفيه لعبين احنا عندنا لعبين محترفين برضو احنا عندنا مو صلاح وعندنا تريزي جي وعندنا مصطفى محمد وعندنا مرموش وعندنا غيرهم يعني كمان وانني فالحمد لله يعني روحهم انظرتهم روحهم معنوية كويسة لكن انا دايما يعني شغلي بنقل الغد يعني عندنا قوام يستمر العدد من السنوات ان شاء الله نحافظ عليه يهرب يوفقنا ونوصل كأس العالم سفى خاصة انه اول مرة يكون في المنطقة العربية يعني يصنى ضيف المنتخب الوطني غدا نظيره السنغالي على ساد القاهرة الدولي في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022 ويسعى منتخب الفراعين لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة الاياب على ملعب اولمبي بالعاصمة السنغالية دكار تتأيب انظار عشاق ساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة المصرية للمنتخب الوطني امام نظيره السنغالي في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يسعى منتخب الفراعين لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة الاياب على ملعب اولمبي بالعاصمة السنغالية دكار حيث يأمل الجيل الحالي للفراعينة في تسجيل اسمه في التاريخ الذهبي من خلال التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني هذا وتمثل المباراة فرصة للثأ بالنسبة للمنتخب المصري لتعويض خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلات الترجيح ويتوقع أن تملى الجماهير المصرية مدرجات استاذ القاهرة وذلك بعد إعلان نفادي جميع التذاكر المخصصة لحضور اللقاء وكان عددها ستين ألف تذكرة أتمنى فوز منتخب مصر نتيجة مريحة غدا أمام السنغال ويكون 11 راجل في الملعب يقدر مسؤولية الشعب المصري واهتمامه بلقاء الغد ليكون لقاء العودة في السنغال مريح وعصاب الجماهير المصرية مريحة وبقدر مسؤولية أتمنى فوز منتخب مصر غدا فوز مريح منتخب موفق بإذن الله تمام وينزي بتشكيلة قوية وينفوز سرعة صفر بإذن الله ويسجل له أهدف تمام صلاح ويزيز ومصطفى محمد إن شاء الله حيفوز وإن شاء الله إحنا كلنا وراء المنتخب وعفين وراءه بنشجعه وإن شاء الله يفوز 2-0 عايزين شوف لعب حلو وكويس مباراة مهمة جدا جدا عشان مصر تسعط طبعا أنا أتوقع إن شاء الله المنتخب يفوز 2-1 هذا أكيد يعني أتمنى للمنتخب المصري يكون عند حص نظام كل الشعب المصري وجد مدع كويس مطش منتخب مصري والسنغال إن شاء الله بالفوز إن شاء الله إن شاء الله 2-0 ويفرحونا جميع المصريين إن شاء الله أنا أتوقع إن شاء الله يقدر أداء جيد ويرضي جماهيره ويعني أتوقع أن النتيجة إن شاء الله تبقى 2-0 بإذن الله مصر تكسب 2-0 ومحمد صلاح بإذن الله جيب الجنان وإن شاء الله توفق له مصر وبإذن الله نوصل من ديال أتمنى كل خل المنتخب المصري وبمشيط ربنا سبحانه وتعالى اللي إحنا هنغلب بإذن الله بإذن الله يعني بمشيط ربنا هنغلب 2-1 ويفتقد المنتخب الوطني لجهود عدد من لاعبيه في مواجهة السنغال على رأسهم أحمد حجازي الذي أصيب بتمزق في أوطار العضلة الضامة خلال مواجهة المغرب بربع نهاء كأس الأمم الأفريقية بينما يغيب أكرم توفيق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء نيجيريا بافتتاح مواجهات الفراعنة في أمم أفريقيا كذلك يغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز الذي أصيب بتجمع دموي حول الركبة خلال الفترة الماضية وشهدت قائمة الفراعنة وجوها جديدة لم تشارك في بطولة أفريقيا الماضية وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبي بيراميدز ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي وإلى المنتخب الصعودي الذي تأهل إلى كأس العالم 2022 رغم تعادله مع نظيره الصيني بهدف لمثله في الجولة التاسعة من المجموعة الثانية بالتصفيات الأسيوية المؤهلة للمونديال ودخل المنتخب الصعودي المباراة هو حاسم لتأهله إلى كأس العالم مستفيدا من فوز المنتخب الياباني على مضيفه منتخب أستريليا بهدفين نظيفين في الجولة ذاتها انتهت قبلتنا الرياضية